اكد الكاتب في صحيفة اخبار الخليج محميد المحميل في مقال له بعنوان حق النوخذ البحريني مطلب عام اكد ان السلطات القطرية تتعمد اعتقال واصابة وحتى قتل كل بحار بحريني من حق وراثة النوخذ البحريني الذي لقي مصرعه نتيجة التعدي على قاربه من قبل السلطات القطرية ان يطالبوا بالتعويض وان يتخذوا كافة الاجراءات القانونية التي تحفظ حقهم وسيجدون كل الدعم من الشعب البحريني للوقوف والتضامن مع حق مواطن بحريني واسرة بحرينية ومن حق كل بحار بحريني تم التعدي عليه واصابته بالرصاص من امن السواحل القطرية تماما كما هو من حق كل بحار متضرر جراء التعصف القطري وانتهاك حقوق الانسان والاعتقال والحبس ومصادرة قاربه وتخريب ادواته وقطع مصدر رزقه وتهديد اسرته نفسيا وماديا ان يحركوا الملفات القانونية للمطالبة بحقوقهم وسيجدون كل الدعم والمساندة من الجمعيات الحقوقية حتى البحارة الاسيويون الذين يعملون عند البحارة البحرينيين ممن تضرروا من التعصف القطري عليهم ان يبادروا برفع قضايا ضد السلطات القطرية وهناك عدد منهم ما زالوا معتقلين هناك وكلنا نتذكر ان بحارا اسيويا كان على قارب بحريني تم قتله من امن السواحل القطرية في سبتمبر 2014 وسفارتهم مسؤولة عن رعاية مصالحهم وحقوقهم ملف حقوق الصيادين والبحارة البحرينيين ومعاناتهم من الانتهاكات القطرية والاضرار بمصالحهم وحقوقهم المشروعة ملف انساني قانوني لا علاقة له باي امور اخرى ويجب ان ينال الدعم المجتمعي تماما كما هي مصلحة المواطن البحريني اولوية قصوى لدى الدولة الملاحقة الجنائية مع من تسبب في مقتل النوخذ البحريني حق مشروع ويجب ان يكون هذا الملف ضمن اولويات العمل الوطني لدى المؤسسات والهيئات وجمعيات المجتمع المدني في مملكة البحرين وان تكون تلك الحادثات وغيرها كثير من الملفات التي يجب ان نصدح بها امام العالم والاجتماعات الحقوقية لنكشف للجميع المعاناة التي يواجهها بحارة البحرين بدى واضحا للجميع ان السلطات القطرية تتعمد اعتقال واصابة وحتى قتل كل بحار بحريني لاننا لم نسمع ان السلطات القطرية تجرأت بالتعامل مع اي بحار من جنسية خليجية او عربية اخرى كما تتقصد البحارة البحرينيين وفق الحجج الواهية التي ترددها السلطات القطرية دم النوخذ البحريني في رقبة السلطات القطرية وحقه وحق ورثته وحق كل بحار متضرر لا يسقط بالتقادم ولا يمكن السكوت عنه بدعوة المصالحة الخليجية التي لم تلتفت لها قطر ولا تحترمها حق النوخذ البحريني مطلب عام ولن يهدأ اهل البحرين ولن يتصالح مع من تسبب في قتل احد ابنائهم واضر بالبحارة والصيادين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر